معلم معلم وأنت معلم سعد المجرد إذن نبقى في المغرب اليوم حالان مع ضيفنا مصمم الأزياء أمين لمراني وحديث عن عرض الأزياء الذي سينظم في 14 نوفمبر في مغيوت غيبغوش في دعوات لمصممين العالميين أو في علاقة تربطكم مع دور عالمية ممكن تكون حاضرة في هذا العرض نحن الصراحة لم نعرض لك على ميزان كوتور هنا في باريس عرضنا لشي وحديين سنرى ما سيبقى الدعوة لكن الحمد لله كانين ناس كثير تهتموا بالموضة اللي سيكونوا حاضرين معنا في الدفل إن شاء الله أمين لمراني قلت لنا ونحن نتحدث تحت الهواء أن الغرض من هذا المعرض وليس فقط العاصمة الأنوار باريس وإقامة هذا العرض وبعد ذلك الذهاب لا بل ليست هناك دار دار تصميم دار خاصة بالتصاميم تصميم القفطان المغربي دبت تلاحظوا أنه يعني القفطان ولا يعني مطلوب نعم يا هنا في باريس يا أيها والناس يعني باريس هي يعني بحلقوا العاصمة ديال يعني اللي بغش حاجة ديال موضخص يجي لباريس يعني كنت تصوى من القولف ولا من نعم من دور غاليجة أو لمن من أمريكا وتلاحظ أنه ما كان حتى شي مصميم لهذا أنا عبره كينين ولكن ما كانش مزون ديال ديال القفطان اللي موجودة هنا في باريس والغرض هو أنه يعني مغينا عبتني الليطاب يعني المرحلة اللي جاية هو أنه يكون يكون تسويق ديال القفطان تكون واحد الميزون ديال دار ديال الخياطة اللي غادي تكون على مستوى عالمي هنا في باريس ديال القفطان فكرتم في التكلفة في كل هذا فكرنا مع من ستتعملون وفكرنا ودرنا البيزنس بلان ديالنا ودبا تنتمنا و بون إلا كانوا تنتمنا وأنه إلا كانوا شي ناس اللي يلول انفستير في الحابين يستثمروا في مشروع في مشروع اللي غادي يكون الأول حيث ما كانش باريس والصراحة مشروع اللي هو كبير ومهم واللي يعني حتى المداخل دياله تقدر تكون مهمة في مجموعة من المحلات اللي تبيع القفطان والجلاب وغيرها في باريس لكن بكينين بزاف لكن ما هيش بمستوى دار بحل أي منتوج يعني اللي غادي يكون فغير مو واحد اللي ماج ديال القفطان ما كانش أنا حبيت نسأل أمين نظرتك انت ل نظرتك التصميمية للقفطان في شي ميزك انت عن غيرك من المصميمين أنا اللي كنت شخصيا كنت ميز تبيه هو في تقطيعات كنت دخل تقطيعات اللي هم جداد عندهم أسماء هالتقطيعات كنت دخلت كنت دخلت يعني القفطان فستان كنت دخلت مع القفطان كنت درت بالجلد آه نعم اللي كون هو فقط على المستوى العلوي من الجسد كنت درت عاو تاني كنت خدمت واحد سفايف في نيسان سفايف ما كانو شي يدارو يعني عاو تاني حييت هم كانت يتصاو بليد كنا خدمنا واحد تطريزات توم اللي كانو قدام ما بقاش يعني أنا عاو تاني اللي كنت درت عاو تاني حييت واحد الاختيزان واحد الصناعة التقليدية دينا اللي كانت تنسات والطرز الطرز اليوم يعني بمفهومه التقليدي المعروف موجود موجود مازال موجود في القفطان موجود كتير هو هذا عاو تاني موضوع بوحده لحقاش هذا عاو تاني يعني يعني ما نكذبوش على الله يعني كين مشاكين اللي هما كينين في القفطان اللي تنوجدوهم دبا في المغرب اللي هو أنه يعني بدأت تدخل حتى الخدمات ديال الماكينة على الآلات على القفطان واللي هو الصراحة خص حتى حتى الدولة ديال المغرب خص واحد اللابيل ديال المايد موروكو موروكو هند ميد يعني علش ما تعملوش على المايد الموروكو يد واحدة لا تصدق تكلفة القفطان معروف أنه نوعا ما ثمن غالي مرتفع شوية والمرأة دائما مرتبطة بالقفطان خاصة في العرس فقط احنا مثلا وتشتري القفطان تزوج به يبخي تخبي القفطان مدى الحياة هو لا لاحظ ما بقاش ما بقاش العقليات هكا كانت المرأة اللي بغت تجوش تدير سبعة القفطان وكتر دبا ما بقاش دبا رولت المرأة تدير يلا ثلاثة القفطان ولا جوج يعني ولجتي تشوف تكلفة يمكن دير هاتجوج ولا ثلاثة راه سبعة قل قل من تقريبا وهو القفطان يعني حاجة عادية انه تكلف لحقاش يعني واحد الصانع اللي غايخدم فيه شهر 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 يعني راه شهر شهر راه عندها قفطر واحد اي لحقاش تكون دكية في الخدمة ديالها بش تتخدم بواحد الاعتقان كبير طيب القفطان الأغلى هو القفطان المخدوم بالإيد أم القفطان المخدوم بالآلة اللي كان قوله لا بالنسبة لي ماشي قفطان يعني حكينا على تطريز قلت لي بأنه يعني يعني أنا بالنسبة لي هدك ماشي قفطان يعني هدك بحال يعني بحال منقول وصفي أما القفطان هو اللي مخدوم باليد حتى اليد ماشي اليد راه هو ماشي غير يعني ماشي منهدره شغير على القضية دي التجارة ولكن حتى أنه يعني واحد التورات مغربي اللي خصنا نحافظ عليه وليخص يزيد القدام أكيد هو تحفة فنية عندما الحرفي يشغل على قفطان وعلى أي مادة فنية هي تحفة وعمل بشري أكيد أغلى وأثمن من الآلة أنا حب نسول أمين على الرندا الرندا باولات هي الرندا لا نتحدث أبدا عن عادة النوع من التطريز كانت مبقا تشتبان مدابا ولت دهرات دهرات في القفطان المغربي من هذا النوع يعني الفاخر ولت هي الرندا التي تدار معها التطريزات وكان أحجار التي تزاد على القفطان التي يغلا حيث كان بعد المرات كان الناس لي هم تيبغي يجيب الحجر لي هم لتي يكون بعد المرات يبغي ويزيد في القفطان لكن الكليان اللي تيبغي يدار القفطان لكن أصغط يحتمع البيجو اللي غادي يدير حديث شيقة عن القفطان المغاربي الجزائري المغاربي من قبيلة ويقول القفطان مغاربي ضيف من المغاربي والمغرب والجزائري دول وحد هو عالمي وفعلا كنت حابة فعلا لن أدخل في التفاصيل غاربي طبعا فلوكاتوف نوفم ورا عندنا ناس من الجزائر اللي غدي عرضتها هما ديك يالله هروح ربت علي الخبار وفي القفطان وفي المغرب أيضا شكرا لك أمين المراني أنت القائم على هذا العرض العرض الذي سيقام في الرابع عشهر من شهر نوفمبر الحالي بباريس بفندق ماريوت باريس شكرا 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 شكرا